بداية الدكتور كيف ترى إصرار أن صارت تيار الصدري على حل مجلس النواب عبر اعتصام الدخل شهره الثاني تحية لكم ولمشاهديكم الكرام حقيقة تيار الصدري يعني يبدو ماضيا في خطواته بشكل واضح هذه المرة وصريح وماضي في طريق لا عودة إلى المربع الأول خاصة بعد الخطوة الأهم التي هي أيضا مثار إشكال بعد استقالة نواب الكتلة الصدرية لم يبقى شيء إلى الكتلة الصدرية سوى أنه لزم الشارع لإجبار بقية الكتلة السياسية على تحقيق ما أرادوا تحقيقه من خلال الكتلة الصدرية داخل مجلس النواب وهو حقيقة أنه يحسب إلى الكتلة الصدرية هو أسرارهم على أجراء التغييرات وتشكيل حكومة غير الحكومات المشكلة خلال الانتخابات السابقة من خلال تبنيهم لرؤية واضحة حول وجود حكومة أغلبية تتحمل مسؤولية النجاحات والإخفاقات غير الحكومات السابقة التي كانت حكومات توافقية جميع الأحزاب تشترك في تشكيلها لكن الجميع يتبرأ منها عند وجود أي إخفاق نعم دكتور ما الإجراء القانوني لحل مجلس النواب خصوصا بعد ضرب الاستحقاقات الدستورية لأكثر من عشرة أشهر يعني حل مجلس النواب هو عندنا مادة واحدة في الدستور هي المادة 64 حددت أنه آلية حل مجلس النواب من خلال طريقين الطريق الأول بطلب مشترك من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء أو طلب من ثلث أعضاء مجلس النواب ومن ثم الخطوة الأخرى هي بتسويت الأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس النواب هذه هي الطريقين الوحيدين الذين نص عليهم الدستور أما أنه المطالبة من المحكمة الاتحادية والضغط على مجلس القضاء ذكرنا هذا الموضوع في العديد من اللقاءات أن لا صلاحية للمحكمة الاتحادية أو لمجلس القضاء الأعلى في حل البرلمان أو تحديد موعد لإجراء انتخابات مبكرة وقد أكد هذا الرأي السيد فاق زيدان في عدة بيانات وكذلك المحكمة الاتحادية أعتقد أحد البيانات التي تمنتها على موقعها الرسمي لا صلاحية المحكمة الاتحادية أو لمجلس القضاء في حل مجلس النواب فاعتقد أي ضغوطات على السلطة القضائية في هذا الاتجاه هي ضغوطات غير مجدية الأجدر الضغط على المحكمة الاتحادية للعدول عن آراها السابقة التي حددت أغلبية الثلاثين لعقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية أو رأيها السابق في تحديد الكتلة النيابية الأكثر عددا بعد أن كانت محددة في خلال الجلسة الأولى لكن عدلت عن هذا الرأي وجعلت أنه وقت تحديثها مفتوح لما بعد انتخاب رئيس الجمهورية وبالتالي فقدت الانتخابات بريقها الفائز من الانتخابات لم يكن أنه لا توجد شيء مجدي أو أنه ممكن يحصل عليه نتيجة حصوله على أكثر عدد من المقاعد على اعتبر أنه بإمكان أي كتلة حتى وأن كانت صغيرة تأتلف مع غيرها من الكتل خلال فترة زمنية طويلة مضت مدة سنة كاملة ولم يجري انتخاب رئيس الجمهورية فبإمكان خلال هذه السنة تجري مفاوضات مع كتل أخرى وتصبح ممكن كتلة بعدد قليل من المقاعد تصبح هي الكتلة النيابية الأكبر عددا لذلك كان معول أن يتم الضغط لغرض العدول عن هذه القرارات أما العفوة للضغط على المحكمة من أجل حل مجلس المواضع أعتقد هذه الضغطات هي غير مجدية مهما اختلفنا مع المحكمة الاتحادية أو مجلس القضاء تبقى السلطة القضائية هي الركن الأساسي لحفظ هيبة الدولة ونظام الدولة لا يمكن أنه التنكيل بالسلطة القضائية بشكل تام يفترض بنا أن نحافظ على هيبة هذه السلطة فهي الأساس لبقية السلطات نعم هناك محاولات سيد محمد لعقد جلسات مجلس البرلمان خارج الخضراء ما إمكانية ذلك وعلى ماذا استند المطالبون؟ النظام الداخل المجلس النواب أنه سمح للبرلمان بعقد جلسات خارج العاصمة بغداد هذا شيء موجود لكن من الناحية القانونية يختلف على الناحية الواقعية أعتقد أنه رغم موجود إمكانية قانونية لعقد جلسة خارج بغداد إلا أنه من الناحية الواقعية أعتقد هذا سوف يثير التيار الصدري وممكن أن تحدث تصعيدات ومفاجآت كما وصفها وزير السيد الصدر من وجود خطوات مفاجئة يعتبر هذا التصعيد في المواقف أعتقد من الأوفق والأفضل من الناحية الواقعية عدم إثارة التيار الصدري وعدم عقد أي جلسة البرلمان في بغداد أو خارج بغداد لغاية حسم الملفات بعد التيار الصدري من خلال أنه إقناع التيار الصدري بشخصية لرئاسة الحكومة لفترة موقعها لمدة السنة أكثر أو أقل تتولى مسؤولية الإشراف على الانتخابات وإقناعه بحل البرلمان غير هذا الموضوع عقد الجلسة دون موافقة من التيار الصدري أعتقد سوف تكون تصاعد في المواقف وسوف تكون جميع الأطراف أعتقد خاسرة لن يجنوا شيء من عقد الجلسة خارج بغداد بل بالعكس سوف تكون لها آثار سلبية وخيمة عليهم نعم سيد محمد ما هو المطلوب لتنفيذ رغبة الشعب بالتغيير والإصلاح نحن نتحدث عن الشعب الجماهير الخارجة هي مصطبغة بالصبغة الأساسية للتيار الصدري الشعب خرج في تظاهرات تشرين غير منتمية لأي جهة سياسية ما هي التطلعات التيار الصدري في الوقت الحالي حقيقة مطالبهم هي واضحة وصريحة الشيء الأهم لديهم هو حل مجلس النواب وإجراء انتخابات مبكرة رغم أن هذه تعتبر وسيلة وليس هدف إجراء انتخابات مبكرة أعتقد سوف تقودنا لنفس النتائج أيضا نحتاج إلى أغلبية ثلثين إلى انتخاب رئيس الجمهورية ونعود إلى نفس حلقة التوافق يفترض هناك تعديلات إلى الدستور أو تعديلات إلى قرارات المحكمة حتى أنه نخلص من قضية التوافق هذه هي تطلعات الشعب نفسية التطلعات التي أثارتها الجماهير في تظاهرات تشرين كانت تطالب بخدمات تطالب بعيش كريم تطالب بفرص عمل اليوم يتبنى ذات المطالب التيار الصدري الفرق بين هذه المطالبات أن التيار الصدري كان جزء أساسي من الحكومات منذ عام 2005 ولغاية الحكومة الأخيرة نحتاج إلى تطمينات وضمانات من التيار الصدري أنه لم يعد ذلك الشريك في الحكومات السابقة هو حاليا خطابه صريح وواضح وحقيقة تحسب للتيار الصدري مواقفه بأنه رافض إلى التوافقية يطالب بإجراء إصلاحات حقيقية وواقعية لكن لا زال هناك فجوة بين الجماهير المستقلة ومع التيار الصدري نحتاج إلى ردم هذه الفجوة من خلال منح تطمينات للجماهير بعدم تسنم التيار الصدري لأي منصف في السلطة التنفيذية ومحاسبة جميع الفاسدين أضيفت لها مطالب جديدة هو محاسبة القتلة والمتسببين بقتلة المتظاهرين وكذلك الجرحة هذه الأمور لو تم معالجتها بإعلانات صريحة أعتقد سوف يزداد الزخم الشعبي الداعم لتظاهرات طيار الصدري من أجل تحقيق الإصلاحات الحقيقية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر